اشتركوا في القناة 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 اتنين تلاتة اربعة وانزل في الغرزة اللي جنبيها واعمل غرزة حشو وبكده انا خلصت اول بتلة في الوردة المجسمة الجميلة ديت هكرر النفس اللي انا عملت ارتفع اربع سلاسل بالشكل ده كده وبعد كده لف الخطع الابرة مرتين واعمل عمود بلفتين في الغرزة اللي جنبيها وبعد كده اعمل عمود بلفتين في الغرزة لجنبيها وكمان عمود كمان بلفتين في نفس الغرزة يبقى أنا هنا الغرزة ديت حيبقى فيها اتنين عمود بلفتين بالشكل ده كده هون نفس الغرزة هعمل عمود بلفتين بالشكل ده كده وبعد كده أعمل في الغرزة اللي جنبيها عمود بلفتين لوحده وبعدين أعمل أربع سلاسل وانزل بيهم في الغرزة اللي جنبيهم بغرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة وعمل غرزة حشو وبكده انا عملت التاني باتلة في الوردة المكسمة وقرر بنفس الطريقة كده لحد ما خلص الوردة بتاعتنا ممكن تزيني بها اي حاجة بكده انا خلصت الوردة بتاعتنا هي جميلة سهلة وبسيطة ممكن المبتدئين كمان ينفيزوها معنا وما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وكل سنة وانت طيبين بقدوم شهر رمضان المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته